السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم سينا خمسة عاملين ايه رب تكونوا بخير النهاردة بقى هندخل في يونت فور وهناخد القنسبت الاولاني حاول على قد مقدر ناخد اكتر من الليسن علشان لانتوا بقيت المنهج القنسبت ده ان شاء الله يكون سهل جدا عن اللي فات والمفروض عندكم خلفية عنه فما تنسوش لو لسه ما تبعتوش القناة تتابعوها وتفعلوا الجرس وتسيبوا لي رأيكم في الكومنتات ويتعالوا نبدأ الدرس مع بعض اول حاجة بيبدأ فيها القنسبت بيتكلم على الجرافتي والجرافتي يعني ايه كلمة جرافتي جرافتي هي فورس قوة لازم تبقى فاهم بس كده قبل هنقول كلمة فورس المهاردة كتير لازم تفهم كلمة فورس يعني قوة كنت اخدتها قبل كده فورس دي ممكن تبقى فاكرينها الفورس طيب الجرافتي دي نوع من انواع الفورس طيب ايه اللي بيحصل بقى لو انا رميت اي حاجة من ايدي سبت قلم من ايدي سبت كتاب من ايدي اللي بيحصل ليه بيقع على الارض صح ليه بقى الحاجة بتقع على الارض due to gravity يبقى الجرافتي هي اللي بتعمل pull للأبجكت toward the center of the earth out toward the ground للارض هي اللي بتسحب الحاجات ناحية الارض رميت اي حاجة بمصلاحة تقع على الارض انت تكعبلت لقي نفسك وقعت ناحية الارض محدش بيقع وبيطير صح ولا انت بترمي حاجة بتطير لفوق لا كل حاجة بتطيع على الارض ده سبب ايه الجرافتي زي مثلا السكاي دايف لما بينطوا من الطيارة اللي بيحصل بتلاقيهم بيتوجهوا ناحية الارض بيفضلوا يعني في الجو كده شوية بس في الاخر في مرحلة معينة الارض بتسحبهم pull جامد للارض لو ما فتحش البراشات بعد الشر طبعا ايه مش هيقدر يعيش بعدها ايه اللي بيحصل الارض بتشده بتعمله pull لحد ما يفتح البراشات عندي هنا اكتيفتي نومبر سري بتقولي لو انا عندي girl on a slide و revolving the moon around the earth اللي اتنين هناخد كل واحدة لوحدة لو وهم سهلين قوي على فكرة يعني البنت وهي بتعمل سلايد ايه اللي بيحصل الگرافتي is pulling the girl toward the ground صح هي بتنزل لتحت طب لو ما فيش جرافتي البنت دي كانت تتروح فين اكيد ما كدش هتنزل downward ده كانت ممكن تطير في الجو صح؟ لو احنا برضو شفنا الاكزامبل بتاع moon revolving around earth احنا كلنا عارفين ان المون بيلف بيدور حوالين earth صح؟ ايه اللي مخليه في نفس مداره في نفس الاربت بتاعه الجرافتي علشان الارض عملاله pull فهو ممسوق في الاربت بتاعه وبيفضل يعمل revolving around earth طب لو ما فيش جرافتي if there were no gravity between the moon and earth اللي يحصل the moon would just float off into space يعني هيفضل يطوف ويلف كده في ال space مش هيلف حوالين حاجة هيعوم كأنه كده بيعوم في ال space تعالوا نشوف كده شوية اسئلة مع بعض complete the following sentence using the words بالول اللي هو orbit gravity float when a boy moves down a slide this is due to the force of خلاص بقى احنا اصلا ما خدناش force دلوقتي غير gravity برافو عليكم number two without the force of gravity the moon would ايه اللي هيحصل للمول لو ما فيش جرافتي قلنا float 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 off into space number three earth is balling the moon keeping it in its orbit هو موجود في الوربت بتاع الوربت يعني مضارف موجود في المضارف الوربت بتاع المكان اللي بيلف فيه put right or wrong the tides are affected by the gravity of the moon احنا ما قلناش الكلمة دي يعني ايه كلمة تايد قلنا تايد يعني المد والجزر لما مستوى المية بيعلى في البحر او انه يقل ده كده الطايد هل الطايد ليه علاقة بالمول الوقات هي في نظرية بتقول ان المول لما يكون قريب من الارث هو كمان لجرافتي صح برغم انه هو صغير بس هو كمان لجرافتي فيقدر يعمل بول لحاجة في الارث ايه اسهل حاجة تحصل لها ببول لالارث هي مين الووتر فبيأثر على الووتر لما يكون قريب من الارث انه لما يكون قريب من الارث او مكانه بعيد عن الارث فهذا بيأثر على المد والجزر ودي طبعا نظرية هلوها عن الجرافتي بتاعت المول يبقى فعلا صح الطايدز بتتأثر ار افكتد باي دي جرافتي او دمون نمبر تو ده بلانت ان ده صولار ساستم ريمين ان دير اوربت ديو تو دي جرافتي هل الصولار ساستم البلانتز اللي موجودة فيها موجودة في كل اوربت كل بلانت ليه اوربت مخصوص ليه كل واحد ليه مدار بيلف فيه منفعش واحد يسيب الاربت بتاعه ويمشي في حتة تانية هل ده ديو تو دي جرافتي طبعا البلانتز موجودة في الاربت بتاعتها ديو تو دي جرافتي يبقى برضو دي رايت طيب هل الجرافتي سابتة في كل حتة وفي اي اوبجيكت يعني مثلا لو انا معايا حاجة صغيرة ومعايا حاجة كبيرة ورميتهم اللي اتنين هل الجرافتي بتاعتهم سابتة اللي اتنين هيتشدوا يحصلوهم بول بنفس الريت بنفس المقدار اكيد لا اكيد الحاجة الاكبر اللي هي الماس بتاعتها اكتر هي دي اللي هيكون جرافتي ليها اكتر صح؟ يبقى اذا بتزيد كلمة increase خلاص بقى احنا لازم نكون حفزناهم والعكس يعني الماس انكريز سو جرافتي انكريز الماس ديكريز سو جرافتي ديكريز الماس والجرافتي مع بعض انكريز او ديكريز وده منطقي جدا اكيد الحاجات الكبيرة ليها جرافتي اكتر من الحاجات الصغيرة طيب ايه كمان ممكن يؤثر على الجرافتي؟ ده خير كده ايه كمان؟ الديستانس هل وانا قعدة على الأيرث وانا واقفة كده على الأيرث ليه يا جرافتي؟ هي هي لو انا طلعت فوق قمة افرست مثلا فوق جبل عالي ها؟ لا طبعا هده اختلف لقيوا ان الجرافتي تحت وانت على الأرض اعلى من انه كل ما تطلع لفوق يبقى اذا كل ما الابجكت يبعد كل ما الجرافتي بتاعته تقل قدرة الأيرث الابلتي بتاعت الأيرث انها تبول تعمل بول للأبجكت ده هتقل يعني اذا الابجكت اللي على الأيرث ليها جرافتي اعلى من مكان عالي يبقى if distance increase so gravity decrease خلاص عكس بعض distance والغرافتي عكس بعض بيقول لي what happens if the distance between the moon and earth become twice than it is ها؟ لو the distance between the moon and earth بقت الضعف يعني بيعدوا عن بعض الجرافتي هنا ايه؟ the gravitational attraction between them would become smaller اللي هنا هتقل الفورس ما بين attraction force between them هيقل علشان بيعدوا عن بعض فبقى التأثير بتاعهم هيقل put right or wrong gravity push object اقف عندي كلمة push انا ما جبتي السيرة بوش خالص مع الجرافتي الجرافتي بتعمل ايه؟ pull pull خلاص يبديه wrong if the mass of an object increase ركز بقى في الاسئلة اللي زي دي mass increase gravity will increase صح؟ bravo right if the distance between two objects decrease the gravitational pull toward each other will decrease احنا تفقنا distance مع gravity عكس بعض يبقى هنا decrease و decrease wrong هي decrease increase صح؟ distance هنا بيقول لي decrease ده بالعكس الجرافتي هتكون ازياد مش decrease هتبقى المفهود increase و بكده نكون خلاصنا الليسون 1 وهو سهل جدا حاولوا تحلوا الاسئلة ولو فيه حاجه في قدامكم اكتبوا لي في الكومنتات و ما تنسوش لو لسه ما تابعتوش القناة تدفعوها و ادفعلوا الجرس و تسيبوا لي الكومنت بتاعكم علشان ده بيخلينا نظهر لناس اكتر و يخلي القناة تتطور و اشوفكم على خير الفيديو اللي جايه اشتركوا في القناة